بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبعه ذاه إلى أوملقاه ثم أما بعد أحباتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فهذا مجلس جديد من مجالس شرح وصول السنة للإمام أحمد عليه رحمة الله ولازال الحديث متصلا في مسألة الكلام ويقصد بالكلام هنا أي صفة الكلام لله عز وجل وكان الإمام أحمد عليه رحمة الله يقول كما تكلمنا في المجلس الفائت لأن القرآن كلام الله وكلام الإمام أحمد بهذه الجملة هو كلام أتت به النصوص وقد بينا ذلك بنصوص الكتاب والسنة في المجلس الفائت والمحصرة أن القرآن كلام الله تعالى حقيقة منه بدأ وإليه يعود تكلم به كيف شاء إذا شاء متى شاء وهو منزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم حقيقة والقرآن هو المكتوب في المصاحف وبمناسبة القرآن وأنه المكتوب في المصاحف هناك فائدتا الفائدة الأولى هل يجوز الحلف بالمصحف فالجواب أنه يجوز الحلف بالمصحف لأن المصحف كلام الله عز وجل ويجوز للإنسان أن يحلف باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته الثانية هل يجوز تقبيل المصحف هذه المسألة منتشرة عند كثير من الناس ونشرها والدعوة إليها أمر غير محبوب والإستدلال بمسألة تقبيل المصحف بأثر أكرمة ابن أبي جهل وهذا الأثر رواه أطبراني في الكبير كما رواه أيضا الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد في أصول السنة ورواه الحاكم في المستدرك وغيرهم من طريق ابن أبي مليكة عن أكرمة ابن أبي جهل أنه كان يأخذ المصحفة فيقبله ويبكي ويقول هذا كلام ربي وإذا نظرنا نجد أن هناك انقطاعا بين ابن أبي مليكة وبين أكرمة ابن أبي جهل رضي الله تعالى عنه فأكرمة ابن أبي جهل بعد أن أسلم وحسن إسلام شارك في حروب الشام وفتحها وقتل سنة خمستاشر هجرية قتل سنة خمستاشر هجرية رضي الله تعالى عنه أما ابن أبي مليكة فقد توفي سنة مية وسبعتاشر هجرية فهناك يعني بون شاسع في التاريخ بين هذا وذاك فلم يدرك ابن أبي مليكة أكرمة ابن أبي جهل وبالتالي هناك انقطاع في السنة دي بين ابن أبي مليكة وأكرمة وعليه فالحديث لا يصح أو هذا الأثر لا يصح فلا نريد أن ننشر شيئا بين الناس لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة الكرام وكمه معلوم أن مسائل العبادات والأعتقادات لا تثبت إلا بالأدلة الصحية تحصلنا من الكلام الفائت في الدرس الماضي أن كلام الله تعالى حقيقة وعندما نثبت الكلام فنحن نثبت أيضا الصوت لله عز وجل لأنه لا يمكن أن يكون هناك كلام من غير صوت وأيضا عندما نقول كلام فلابد أن يكون هذا الكلام بلغة لابد أن يكون بلغة لأن الذي يسمع الكلام يفهم الكلام فلا يمكن أن يفهم الكلام من غير ماذا من غير لغة ولكن هل تكلم ربنا عز وجل بأي لغة لا نريد أن نتدخل في أمور ليس عندنا فيها دليل لكن مما لا شك فيه أن الوحي الذي أنزل على نبي محمد صلى الله عليه وسلم كان باللغة العربية وقال ربنا عز وجل عن القرآن بلسان عربي مبين فهذا ذليل على أن القرآن تكلمه ربنا عز وجل بلسان عربي مبين وتلقفه جبريل وأنزله جبريل بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله عز وجل وكم أن القرآن كان بلسان عربي مبين فإن التوراة كانت بغير اللسان العربي فالله تبارك وتعالى يتكلم بما شاء كيف شاء إذا شاء لا معقب لحكمه ولا راد لأمره سبحانه وتعالى وإثبات الكلام حقيقة لله عز وجل وما كان عليه صدر أهل الإسلام من الصحابة والتابعين وتابعيهم ولم يشذ عن ذلك إلا طوائف من المبتدع إلا طوائف من المبتدع أشهر هذه الطوائف الجهمية والمعتزلة الجهمية والمعتزلة في لقاء اليوم بإن الله تعالى سأعطي إشارات سريع ومركزة عن الجهمية والمعتزلة لأننا في ضوء الحديث سنتكلم كثيرا عن مسألة الصفات وهؤلاء القوم هم من أئمة الذين نافوا الصفات عن الله عز وجل فلابد أن نقف على نبذة يسيرة مبينين أصل هاتين البدعتين بداية الجهمية نسبة إذا الجهم ابن صفوان والجهم ابن صفوان هو تلميذ الجعد ابن درهم والجهم ابن صفوان صاحب رجلا ثائرا خرج على طاعة الدولة الأموية وهو الحارث ابن سريج وبعض المصادر تجعل السين شينا فتقول الحارث ابن شريج والحارث ابن سريج التميمي قتل هو والجهم ابن صفوان قتل سنة 128 هجرية وكانت بداية الحارث ابن سريج في عهد هشام ابن عبد الملك الخليفة الأموي المشهور وكان الحارث ابن سريج يذهب إلى القول بنفي الصفات كان يذهب إلى القول بنفي الصفات وكأن تلميذه وصاحبه الجهم ابن صفوان تأثر بهذه المقولة من الحارث ابن سريج ولكن الذي أثر في الجهم ابن صفوان تأثيرا مباشرا ليس والحارث ابن سريج الثائر الخارج على طاعة الدولة الأموية وإنما هو أستاذه الجعد ابن درهم فالجعد ابن درهم تأثر أيضا بالحارث ابن سريج عندما كان بالعراق والجعد ابن درهم عاش مدة كبيرة بالعراق وخالط بعض المتفلسفة فيها والصابئة والذين يعبدون النجوم والدهريين وقتل الجعد ابن درهم بالعراق سنة 105 هجرية على يد الوالي خالد ابن عبد الله القسري وكان وكان ذلك في عيد الأطحى لو نظرنا إلى إسناد حدثة قتله نجد في إسنادها كلام ولكن هي مشهورة ومنثورة في كتب التاريخ والتراجم فإن خالد عبد الله صعد المنبر وقال أيها الناس ضحوا تقبل الله مننا ومنكم فإني مضح بالجعد ابن درهم إنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا ثم نزل فقتله فحمده من كان معاصرا له من أهل العلم كان ذلك ساعة مئة وخمسة هجرية أي قبل مقتل الحارث ابن سريج لو نظرنا إلى الجعد ابن درهم مع أنه كان من جملة من تأثر بالحارث ابن سريج لكن كان له طريق أخرى فكرية الطريق الأخرى الفكرية أنه تتلمذ على يد رجل اسم آبان ابن سمعان آبان ابن سمعان آبان ابن سمعان كان يدعي أن علي رضي الله تعالى عنه كان إلها وأن روح الألوهية انتقلت من علي ابن أبي طالب إلى أولاده وقد قتله أيضا خالد ابن عبد الله القسري رضي الله تعالى عنه ورضي عن فاله وأبان ابن سمعان بعض المصادر تكتبه ببيان وإليه تنسب طائفة من الشيعة تسمى البيانية فالبيانية كالسبئية يميلون إلى ألوهية علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ثم إن آبان ابن سمعان هذا تلقف مقولة الألوهية ونفي الصفات عن رجل اسم طالوت عن رجل اسمه طالوت بيذكر ابن الأثير في كتابه الكامل أنه كان زنديقا طالوت هذا كان ماذا كان زنديقا يبقى نشوف كده السلسلة هتجي إزاي يبقى الجه من الصفوان عن الجعد ابن درهم والجعد ابن درهم نفى الصفات متأثرا في ذلك برجلين الحارث ابن سريج وب بابان ابن سمعان طب ابان ابن سمعان الذي غال في علي إلى أن ذهب إلى ألوهيته إلى أن ذهب إلى ألوهيته تلقف ذلك عن من عن طالوت وكان متهما بالزندقة طب من طالوت هذا طالوت هو ابن أخت لبيد ابن الأعصم هذا الرجل اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه مشهور طيب هل لبيد من الأعصم مشكلته أنه كان ساحرا لا ابن الأعصم كان يقول بخلق التوراة منتبه كان يقول بماذا بخلق التوراة ابن الأعصم كان يقول بخلق التوراة فتلقف القول بخلق الوحي تلقف ذلك عنه من ابن اختل وطالوت وتلقف مقولة خلق الوحي عن طالوت اللي هو بيان ابن سمعان وتلقف عن بيان ابن سمعان من الجاهم ابن درهم وتلقف عن الجاهم ابن درهم الجاهم ابن صفوان اذا هذه طريقة شيوخهم فيها هم اليهود والمشركون والصابئة والوثنيون فالذين قالوا بهذه المقولة العظيمة بان كلام الله تبارك وتعالى مخلوق وان القرآن مخلوق لم تكن اصولهم اصولا اسلامية بل كانت اصولا شركية ويهودية ووثنية نصر الله تعالى العافية اذا هذه اصل الجاهمية ده اصل الجاهمية ده اصل الجاهمية طيب الطائفة الثانية التي شذت وذهبت الى القول بنفي الصفات طائفة خطيرة جدا هي طائفة المعتزلة طائفة المعتزلة الطائفة دي فيهم واحد كبير شيخ كبير والتاني زميله وصديقه ولكن كان تابعا له يعني لا نستطيع ان نقول كان تلميذا بل كان تابعا كان من جملة الباعي الكبير الكبير هو واصل ابن عطاء التلميذ الكبير او الرأس الكبير في الاعتزال الذي اسس الاعتزال ودع اليه وناظر عليه واصله هو واصل ابن عطاء متوفى سنة مية واحد وتلاتين هجرية واصل ابن عطاء وصاحبه عمر ابن عبيد كان يجلسان في مجلس الحسن البصري حدثت مناقشة في مسألة مرتكب الكبيرة اذا مات دون ان يتوب منها فخالف في كلامهما كلام الحسن البصري مات الحسن البصري سنة مية وعشرة هجرية عليه رحمة الله فاستمر على مقولتهما واعتزل الجماعة واعتزل مجالس العلم والمسجد فسموا معتزلة لذلك وقيل سموا معتزلة لانهم في الاصل اعتزلوا مجلس الحسن البصري فسموا معتزلة لذلك لو نظرنا الى واصل ابن عطاء هنجد ان واصل ابن عطاء في الاصل كان عبدا كان عبدا ولد سنة تمانين هجرية وكان عبدا لبعض الناس من بني محزوم وقيل لغيرهم ثم بعد ذلك تفقه وطلب العلم وعاش مدة طويلة من الزمن كان كلامهم مبثوثا وكلامهم شفاها الى ان اتى رجل جمع اصول مذهبهم ونظمه ودرسه واصله وجعله في اصول خمسة هذا الرجل اسم ابو الهذيل محمد ابن الهذيل العلاف ابو الهذيل العلاف المعتزل هو اول من جمع اصول المعتزلة وصنف لهم في هذه المسألة وابو الهذيل توفي سنة 226 هجرية ال اصول المعتزلة كما ذكر ابو الهذيل العلاف خمسة التوحيد والعدل طبعا ده كلام جميل جدا لما نقول التوحيد والعدل ده كلام جميل والامر بالمعروف والنيه المنكر هذا جميل لكن ناتي في انفاذ الوعيد لا غير جميل ده اصل من الاصول المعتزلة حاجة اسمها انفاذ الوعيد والاصل الخامس اسمه المنزلة بين المنزلتين طب ما المقصود بالتوحيد التوحيد عندهم هو نفي الصفات عن الله عز وجل التوحيد عندهم نفي الصفات عن الله عز وجل الناس دول عاشوا في وسط الدهريين والفلاسفة والصابقة وهؤلاء كانوا يكرهون الاسلام وكان المعتزلة هؤلاء يريدون ان يقيموا الدليل على ان لهذا الكون ربا واحدا ملكا صانعا فكان اهتمامهم باثبات ربوبية اعظم من اهتمامهم باي اثبات اخر ودي مسألة خطيرة يعني ما اجتهد المعتزلة ومن بعدهم المتكلمون في اثباته اثبته ابو جهل وامي ابن خلف واثباته المشركون قبل ذلك قديما سبحان الله اذا التوحيد عندهم هو نفي صفات الله عز وجل هذا هو التوحيد عندهم طيب اذا نظرنا الى العدل ما المقصود بالعدل المقصود بالعدل عندهم هو انكار هو انكار القضاء والقدر المقصود بالعدل هو انكار القضاء والقدر لانهم ما عندهم ان ازاي ان ربنا سبحانه وتعالى يقدر كل شيء وفي الوقت نفسه يحاسب الناس على امر قد قدره لهم عليه يبا دا مش عدل يبا العدل في ماذا العدل في ماذا في نفي القدر وان الله تعالى لا يعلم الاشياء الا بعد حدوثها وكلنا يذكر حديث يحيى ابن يعمر وصاحبه عندما انطلق الى المدينة حجين او متمرين فلقي عبدالله ابن عمر خارج من المسجد بيقول فاكتنفته انا وصاحبي فظننت ان صاحبي سيكل الكلام الي فقلت ابا عبدالرحمن انه قد ظهر قبلنا ناس بالبصرة يتقفرون العلم يعني ناس يطلب العلم يزعمون الا قدر اذا ينفون ماذا القدر اذا النفي القدر كان عند هؤلاء الناس في العراق في البصرة قبل ظهور المعتزلة وقبل ظهور الجهمية اذا نفي القدر من باب العدل كان قبل ظهور المعتزلة بزمن طويل في زمن الصحابة الكرام ولذلك عبدالله بن عمر قال اذا لقيتم هؤلاء فاخبروهم اني بريء منهم وانهم براء مني فالذي يحلف به عبدالله بن عمر لو انفق احدهم مثل احد ذهبا ما قبل الله منه حتى يؤمن بماذا بالقدر اذا عرفنا معنى التوحيد وعرفنا معنى العدل اسماء جميلة ولكن المضامين بعيدة تماما عن القصد وجدة السبيل طيب الامر بالمعروف والناهي عن المنكر ليس عندهم معناها ان احنا نزيد المنكر من غير منكر وندع الى الله بالمعروف بالمعروف من غير مخالفة لا ليس عندهم الامر بالمعروف والناهي المنكر ادعوا الى الله وتعليم الناس وإنما عندهم الامر بالمعروف والناهي عن المنكر الخروج على الائمة الخروج على الائمة طب هم اصلهم فازدة يبق اذا الائمة وان كانوا عذولا بالنسبة له هم ايه ليسوا على الجدة اذا اولئي الناس لن يجدوا احدا على الجدة الا اذا كان على منهجهم وبالتالي الا اما ليسوا على منهجهم فهم يرون الخروج عليهم ولذلك اول من طبق قواعد المعتزلة في الامر بالمعروف وانها المنكر من الحارث ابن سريج الذي قتل سنة 128 هجرية وكان بدايته ايام هشام ابن عبد الملك يعني احنا بنتكلم على سنة 103 هجرية لان عمر ابن عبد العزيز مات اضم سنة 102 هجرية ويشام بعدين مباشرة 103 يبقى لما يكونوا بيدعوا الى الخروج على الحكام في سنة 103 اذا الكلام دا كان قبض الجهمية والمعتزلة باكثر من قرن من الزمان مسألة الاصل الثالث او الاصل الرابع هو انفاذ الوعيد احنا عندنا وعد وعيد وعد يبقى فيه الخير والبشارة والجنان والرضوان والمغفرة الغير ذلك الوعيد يبقى فيه عندنا التهديد والعذاب والتخويف والنار الغير ذلك ماذا يقصد بانفاذ الوعيد يقصد بذلك هو الحكم بتخليد مرتكب الكبير في النار طيب هل له شفاعلة اسمه انفاذ الوعيد يقصد بذلك كل مرتكب كبير هو في النار كل مرتكب لكبير هو في النار والكبيرة سميت كبيرا لان فيها حد في الدنيا او وعيد في الاخيرة فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام فذل ذلك على ان النميمة ماذا كبيرة فلو ان انسانا وقع في النميمة اذا هذا متوعد بالتخليد فيه النار طيب هذا اصف فاسد وهذا مخالف لمعتقد اهل السنة والجماعة لان المرأة قد يأتي بالذنوب التي لا يعلم عددها الا الله باستثناء الشرك ويغفرها الله تعالى له اما بحسنات ماحية واما بشفاعة مقرب واما رحمة من الله عز وجل وهذه الامور كلها معلومة ومدروسة في محلها اما هؤلاء القوم فهم وعيدية توعدوا كل مرتاكب للكبيرة بالنار ويشبههم في ذلك طائفة اخرى اسمهم الخوارج اسمهم ماذا الخوارج فالخوارج يتوعدون كل مرتاكب بالكبير انه مقلد ايضا في النار طيب الفارق باه في الاصل الذي بعد ذلك كله المنزلة بين المنزلتين المعتزلة على اساس ما اصل ابو الوذيذ العلاف من اصول المعتزلة انهم يتوعدون مرتاكب الكبير بالخلود في النهر طيب نقول لهم طيب ده مؤمن يقولك لا طيب كافر قالوا لا طيب مخلد في النار بايه قالوا لا تهو منزلة بين المنزلتين لهو مؤمن ولهو ايه ولهو كافر فجعلوا حاجة جديدة جدا اسمها المنزلة بين المنزلتين اذن هم لم يحكموا بكفره ولكن توعدوه بالخلود في النار وهذا هو الفارق الدقيق بين الخوارج والمعتزل عندما نقول الوعيدية فالوعيدية تشمل فرقتين الاولى اللي هم المعتزلة والثانية